اشتركوا في القناة يعني عبارة اشهر من العبارة التي تكررت على اسمعنا كثيرا وخاصة من قبل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ومن قبل ما يسمى برئيس الجمهورية هذه العبارة التي تقول تتحدث عن الشفافية والنزاهة شفافية الانتخابات ونزاهتها مضمونة بالممتحدة والمراقبين الدوليين والمراقبة والضبط والقوى الأمنية وهذه كذبة كبيرة لأنهم لا يقولون لنا يعني من أين يبدأ خط الشروع للنزاهة والشفافية التي يدعونها يعني هم يتحدثون عن غرفة الاقتراع عن مركز الاقتراع يقولون نحن سنضبط في مركز الاقتراع لا أحد يزور هذه ليست هي القضية ذلك يتحدثون من دخل الموبايل مثلما تحدثت بالإسخار تم معرف هذا الكلام المعيب المضحك الموكي وكأنهم يتحدثون مع شعب أمي شعب لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الحقيقة ولم يعاني الكارثة موقعت عليها من 18 سنة وأكثر من 18 سنة ولم يشاهد هذه الوجوه الكالح ولم يرى سياساتهم ولم يتأذى بسببها ولم يعاني بسببها يتحدثون عن أنه من دخل الموبايل معرف منه مركز الاقتراع مؤمن محمي ليست هذه هي الحقيقة خط الشروع يبدأ من كل ساحات القراق من ضبط السلاح بيد هذه الميليشيات من الجامل الميليشيات وإنهاءها من إنهاء الفساد ومسك الفاسدين من تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة من إيقاف السجون السرية وإنهاءها من إنهاء دور كل هذه القوى المتحكمة بالعراق من إعادة سيادة العراق واستقلالها من ضبط الاقتصادة كل هذه الأمور من تقديم الخدمات إليه كل هذه الأمور هذه هي الإطار الذي طالب به ثوار تشريه لكنهم لم يطالبوا بأن يخرج علينا مصطفى الكاظم يتحدث عن الشفافية والنزاهة في مراكز الاقتراع هذه أي قوى مستأجرة من الخارج ممكن أن تضبطها لهذه القضية يعني أجد عندكم مراكز ثمانين ألف مركز لكل مركز عشرة يجرهم من الخارج يقفون عند هذه ويحكمونها ويحمونها بشكل أو بآخر وبالتالي ليس لهم علاقة بها وهي بالداخل مؤمنة لا شيء لا أحد يزور هو التزوير في القارج يشترون الفطايق يشترون الذمم يستخدمون الإعلانات يستخدمون مال الدولة وسياراتها وأمنها وفلوسها ويستخدمون ميليشياتها ويهددون الناس ويرعبون الناس هذه هي النزاهة والشفافية والاستقلال والعدالة عندما يكون هناك قانون هذا ما طالبوا به ثوار تشريه طالبوا أن يكون القانون يحكم الجميع وليس القانون يطبق على مجموعة ولا يطبق على مجموعة والقانون ورقة يمسحون بها أحذيتهم عندما يريدون والميليشياوي الذي يقتل يقف له تقف كل القوى الميليشياوية في خارجه وتحتل المنطقة الخضراء وتخرجه من السجن هذا واقع الحال وقد جرت هذه الأمور ويعرفها القريب والبعيد بالتالي يتحدثون اليوم عن مراقبين هناك 509 مراقب بينهم 274 مراقب من الاتحاد الأوروبي ماذا يعني ذلك ونحو 291 إعلامياً خارجياً معرف شنو وخمسة ألاف مراقب محلي وسبعين ألف وكيل حزبي سياسي تواجد في كل محافظة هذه الأعداد وغيرها شهدناها لكن ما كانت النتيجة النتيجة أن خط الشروع للفساد والشفافية خارج هذا المدى هو موجود في دوائر الدولة في مؤسساتها إذا كانت هناك دولة في الشارع في البيوت في كل مكان في إرهاب الناس في القوانين في قانون الأحزاب في قانون الانتخابات هذا الفساد هو هذا عدم النزاهة عندما يقول قانون الأحزاب أن الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة لا يمكن أن تشارك في الانتخابات وكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات لديها أجنحة مسلحة هذا هو الفساد هذا عين الفساد ولا نزاهة ولا شفافية موجودة عندما يقول أن الناس أن تقدم كشفا بحساباتها من أين لك هذا؟ من أين لهم أموالهم؟ ولا يقدموا هذا هو الفساد عندما يكون المال الآن الصرفة على هذه الانتخابات أموال هائلة البعض يتحدث عن أكثر من مليار دولار صرفة لحد الآن وأكثر من هذا المبلغ من أين هذا؟ ولمن؟ وما هو العائد؟ يعني تريدون أن تقنعون هؤلاء الذين يمولون لديهم أغراض وطنية في العراق بعدت ساطعة سنة من الخراب والدمار والفساد وكلهم متهمين بالفساد والقراب وكلهم أدوات للخراب والتدمير والأذى والسوء وهي نفس الأحزاب التي شاركت منذ عام 2003 لحد الآن نفس الشخص ونفس الوجوه هي التي تشارك الآن فكيف يمكن أن تضبطوا النزاهة وتضبطوا الشفافية وبعدين تقعدون 329 واحد على مقاعد في الفرلمان تقولون هؤلاء يمثلون الشعب هذه كذبة كبيرة ورؤية قاصرة وكسيحة فعلا ومعيبة يعني نرجع الدين السستاني يقول أنه يجب أن تكون هذه الانتخابات بعيدة عن المال والسلاح غير القانوني والتدخلات الخارجية الانتخابات في عين المال والسلاح غير القانوني والتدخلات الخارجية وهذا واقع الحال والكل يعرف هذا إذا كانت هذه الشروط لإجراء الانتخابات غير متحققة فإذن عليهم لا يجروا هذه الانتخابات لأنها كذبة كبيرة هذا واقع الحال الحقيقة لا أعداد المراقبين ولا أعداد الأمم المتحدة ولا أفلام الأمم المتحدة ولا أعلاناتها يمكن أن تجمل الصورة القبيحة يمكن أن تجمل المأساة التي يعيشها العراق كارثة كبيرة كيف يمكن تجميلها يعني مجرد أن تصبغ الحيطان بالألوان زاهية علينا أن نتصور أن هذه الحيطان خلفها حدائق غناء وخلفها مصانع وخلفها مستشفيات راقية البلد منهار بنت تحتية كل هذه منهارة لا مدارس لا مستشفيات لا طرق لا خدمات لا مياه نظيفة لا تطبيب لا دراسة لا تعليم لا جامعات لا أمن مجتمعي لا سلم مجتمعي لا أمن لا أمان وبالتالي القوى التي تتحدث عن النهار هي التي ستقود الإصلاح هي قوى شاركت بالعملية السياسية منذ عام 2005 حتى الآن وكانت طرفاً أساسياً فيها فما الذي جرى؟ ما الذي تغير؟ إذا كنتم في رئاسة الوزراء إذا كنتم تمتلكون مجلس الوزراء من غير يعني من وراء من وراء ستار كذبة كبيرة الحقيقة ما يجري اليوم هو محاولة لخداء الناس والشعب العراقي لن يخدع والمصيب أن البعض من العراقين قد يخدعون وخاصة في محافظات معينة هؤلاء الذين يعني يدورون في محافظات معينة المحافظات المدمر ويتحدثون عن عمار ويتحدثون عن أنهم يمثلونهم ويمثلونهم مذهبياً وإنسانياً وإخلاقياً وعشائرياً هذه كذبة كبيرة لا تصدقهم هؤلاء كانوا في الحكم منذ عام 2005 لحد الآن بوجوههم الكالحة وحتى أن كانوا صغاراً وكبروا لكن كانت لهم اركباطاتهم وكانوا جزء من هذه العملية وكانوا جزء من هذا القراب وما يتحدثون به اليوم هو مجرد كلام مجرد حديث الإطار غير موجود الإطار الوطني الشامل الذي يضبط كل ذلك غير موجود اللي لم يتوفر الإطار الوطني الشامل والمانع والهوية الواحدة لن تكون هناك انتخابات ولا يحق للناس وكذب وعار على الناس أن ينتخبوا أي واحد أن ينتخب أي واحد منهم لأن هؤلاء شرذمة يريدون بالعراق السوء الحقيقة ويردون الحفاظ على العملية السياسية التي جاءت بكل الخراب والدمار على العراقي يهددون الناس بأيام السبقة ستعاد عليكم هذه كذبة من قدر عليه شيء سيراه وهم لم يمنعوا سابقاً ولن يمنعوا لاحقاً عنكم شيئاً هذا واقع الحال وكانت أسينتهم خرساء يوم وتعرضتهم للضيم ويوم وجلستم في الخيب وجلستم في معسكرات الإيواء والنزوح اليوم يتحدثون بأسمائكم عليكم أن تزهوا لعقولكم ولكلوبكم قبل ذلك للمنطق والرؤية الصحيحة هذا واقع الحال أشكركم أترككم بخير وأتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر